اشتركوا في القناة والتعبئة بالطريقة الصحيحة يساعدان المزارع على جني ارباحه كاملة بينما تؤدي الممارسات الخاطئة التي يرتكبها بعض المزارعين خلال عمليات القطف والتعبئة والنقل الى الاسواق الى تلف وفقدان كميات كبيرة من الانتاج اذ هو جاهز للبيع وتحصيل الارباح فيجب ان لا نقف الخضار والفواكث وهي مبللة بقطارات الندى او المطر او الري لان الرطوبة تنفخ القشرة فتتعرض الثمر للتجريح والتلوث وسرعة التلف ويجب ان لا نقف الثمار بشدها من اعلى غصنها ويجب ان لا نضرب اغصنها وعلينا ان نتجنب تسلق الاشجار للوصول الى الثمار الموجودة في اعلاها كما يفضل البدء بقطف الثمار الموجودة على الافرع السفلة وذلك بسبب قربها من التربة والرطوبة ومسببات العفن ويجب ان لا نملأ العبوات بالثمار الى ما فوق حافتها لان لا تعرض الثمار العلوية الى الضغط والتجريح والتلف السريع بالنسبة للتفاحيات فيجب قطفها بامساك عنق الثمارة باليد اليسرى ولفها لفة كاملة باليد اليمنى حتى تنفصل من العنق انفصالا سليما خاليا من اي جروح ويمكننا كذلك ان نحيط الثمارة باصابع اليد اليمنى والسبابة على العنق ثم نعطف الثمارة برفق نحو اليمين وباتجاه الاعلى فتنفصل بسهولة اما جذب الثمارة من الغصم فغالبا ما يترك جروحا على الثمارة قد تؤدي الى تعافونها كما ان الجذب يؤدي الى قطع دوابر ثمرية قد تزهر في المواسم المقبلة ويؤدي كذلك الى جرح بعض الاغصان وتكسرها ويفضل البدء بقطاف التفاح حال ظهور اللون النهائي الخاص بالصنف وانقفاض صلابة الثمارة اما الطعم المسساغ فيكتمل تدريجيا بعد القطاف لذلك يجب ان لا نترك التفاح على الشجر بعض نجه كي لا يتساقط ولا يتعرض للفساد وتدهور القيمة كما ان تصنيف الثمار ومنها التفاح تصنيفا جيدا بحسب حجم الثمرة وسلامتها يضمن اسعارا افضل لمنتجاتنا ويعطيها ثقة المسالك الحمضيات هي من الفواكه التي لا يكتمل نطجها الا على شجرة اي ان نسبة السكر فيها لا تزيد بعد القطاف كما ان اصنافا كثيرة من الحمضيات قابلة للتخزين على شجرة لمدة قد تصل الى شهرين الا ان الاصناف الاخرى لا تصلح للتخزين على شجرة ولا بد من قطفها حال اكتمال نطجها والحمضيات هي من الثمار التي يجب ان تقطف بالمقص بعد تعقيمه خشة ان تنتقل الامراض من شجرة المصابة الى تلك السليمة اما شد الثمرة عن الغصن فكثيرا ما يؤدي الى تمزق القشرة وتدهور قيمة الثمرة وتعرضها لمزيدا من الجروح والاصابات وبالنسبة للزيتون فان هناك خطأا شائعا وخطيرا يرتكب في عمليات القطاف فيجب ان لا نلجأ ابدا الى قطف الزيتون بواسطة الضرب بالعصى على الاخصان ان هذه الطريقة تؤدي الى تكسر الفروع الحديثة التي تحمل الثمار في الاعوام التالية كما تؤدي الى تجرح الاخصان بشكل يعرض كامل شجرة للافات ثم ان الضرب بالعصى يعمل على تهشم حبات الزيتون وتعرضها للتعفن والارتفاع نسبة الاحماض في زيتها لذلك فان افضل طريقة لقطاف الزيتون هي قطف الثمار باليد واستخدام السلالم المزدوجة السيبة للوصول الى الاغصان العالية ويجب وضع غطاء تحت الشجرة لتسقط عليه حبات الزيتون بشكل يسهل جمعها نظيفة وسليمة كما يجب جمع الزيتون المتساقط قبل القطاف وعصره لوحده ويجب كذلك نقل الزيتون الى المعاصر مباشرة بعد قطافه لان التأخر في العصر يساعد على زيادة نسبة الحموضة في الزيت وتدهور ثمنه وتحتل عمليات القطاف والتجميع اهمية خاصة في الخضار ايضا فكثيرا ما يلجأ مزارع البندورة مثلا الى شد الثمار مما يؤدي الى تلف انسجة الثمرة والى تقطع الافرع التي ستعطي ثمارا جديدة والطريقة الصحيحة تاكمن هنا ايضا في لف الثمرة لفة كاملة وقطفها برفق ومن الاخطاء الشائعة عند تجميع البندورة رسوها بقوة الى جانب بعضها ثم ملء الصندوق الى مفوق الحافة وبشكل يؤدي الى احتكاك الصف العلوي بالصندوق الجديد لذلك علينا ان نترك مجالا يكون معه الصف الاخير في امان من الاحتكاك بالصندوق العلوي ومن الطبيعي ان يتم فرز الثمار الفجة عن الخضراء وعن تلك الحمراء في عبوات مستقلة كما يجب فرز الثمار المعطوبة عن تلك السليم اشتركوا في القناة